تفقد وزير الإسكان شريف أشربيني ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية وأشار وزير الإسكان إلى أن المحور الجديد يدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والسحل الشمالي ومنطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية كما يربط المحور طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي لاستعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة